اهلا بحضراتكم مرة تانية معنا في النور وزي ما نوهنا على حضراتكم ان الفقرة دي خففناها اننا نتكلم عن مشروعات الطرق والكباري والحقيقة يعني احنا شايفين الانجاز اللي تم خلال الخمس سنوات الاخيرة والاهتمام بالبنية التحتية ومشروعات الطرق والكباري لكن ان مصر تقفز تسعين نقطة او مركز في ترتبها العالمي من 128 من 118 للمركز ال28 اعتقد النقلة دي انها تحصل في الفترة الوجيزة او القصيرة دي ده موضوع لازم نتكلم في التفاصيله ايه العائد اللي هيرجع على المصريين وعلى الاستثمار وعلى الاقتصاد من القفزة والطفرة اللي حصلت فيه مشروعات الطرق والكباري اعتقد ان كلنا عارفين ان احنا كنا مصنفين او مرتبين من اوائل الدول في ارتفاع نسبة الحوادث على الطرق وده كان سبب رئيسي كمان اللي كان لازم نهتم به هي فكرة الطرق الجديدة والتأمين والطرق الامان اللي الناس تقدر تسافر وتروح وتيجي عليها من غير نسبة حوادث فهل بالفعل نسبة الحوادث قلت ولا الحياة هنطرح اسئلة كتير هيجيبنا عليها دكتور محمد الصادق اوف استاذ هندسة الطرق جمعة حلوان اهلا بيك دكتور اهلا وسهلا بسعادتك وكل استاذنا مشاهدين حضرتك منورنا واهلا بيك وخليني ابدأ معاك ب يعني مجرد سماعك او شفت مصر في النقلة والتسعين مركز اللي قفزتهم وترتبها الثمانية وعشرين عالمين اه بداية المشاريع القاومي للطرق اللي بدأ من خوالي خمس سنوات هو احنا وقتها كان ترتبنا في التنفسية الدولية كان مية وثمانتاشر طبعا عشان بسط للسادة المشاهدين ايه الموضوع ان احنا كنا مية وثمانتاشر وبدأنا نرتقي خطوة خطوة لسنة الخمستاشر وستاشر وسبعتاشر وصلنا الى المركز الخمسة وسبعين السنة دي لسه نبارح بس اعلن انفكرام ان المركز بتاع مصر اصبح التمانية وعشرين طبعا دي قفزة ونقلة غير مسبوقة تسعين مركز في خمس سنوات في شوالة دولة في العالم قفزت هذه القفزة اندل على شيء يدل على ان المشروع القاومي للطرق ماشي بخطوات مدروسة وخطوات غير مسبوقة وخطوات يعني فعلا على اعلى مستوى من الكواليتي والكفاءة اللي مطلوبة اكيد على كل المستويات والقصائدة فيه فايدة ومرضود من مشروعات الطرق والكبير واحنا نهارة عايزين نوضح ده للسادة مشاهدين فلو بدأت مع حضرتك بفكرة العدالة والتوزيع السكاني ويمكن كل واحد كان بيفكر لما يسكن في البلد دي او يجيله شغل في محافظة معينة بياخد كم ساعة سفر والطريق شكله ايه ويبقى يرفض او يقبل على حسب الطريق اللي هيوديه للمكان ده فرق ازاي في الوقت اللي احنا فيه بداية ناخدين اشير بس لان الترتيب مصر لما تنقل للمركز 28 قلل معدلات الحوادث في نفس الوقت الى 40% وقلل عدد الوفيات نتيجة للحوادث حوالي 51% طب يعني ايه قلل عدد الوفيات وعدد الحوادث الوفيات دي بتكلف الدولة فلوس كذلك الحوادث نتيجة طبعا تدمير السيارات وتدمير بنية اساسية للطريق وكذلك وفيات واصابات وتأمين ومواطعة كثيرة جدا جدا بتكلف الدولة مبالغ طائل قال لنا الحوادث وقال لنا الوفيات ده في حد ذاته يعتبر انجاز نيجي الموضوع سيادتك اشارتي الى ان شبكة الطرق ممتدة وبتغطي كل محافظات الجمهورية طب انا هتأذن بس يعني قبل النقطة دي في الحوادث هاك راضي عن النسبة اللي قلت بيها نسبة الحوادث يعني من وجهة نظرك كم قلت 40% اللي احنا عملناه في الطرق كان ممكن يقلل اكتر من كده او ليه مهودة قلت 40% ده يعني قيمة كبيرة جدا غير مسبوقة وعندنا امن ان شاء الله ان معدل الحوادث سيئل اكتر من كده ان شاء الله في المستقبل بالنسبة ليه المشروع القامل للطرق هو الحقيقة جميع محافظات مصر حتى محافظات الصعيد والوحات والمناطق اللي كانت ناية وكانت محرومة من البنية الاساسية وشبكة الطرق اصبحت النهاردة متغطية بشكل كبير كان الاهتمام في الماضي متركز على القاهرة والمدن الكبرى اصبح النهاردة ممتد حتى الوحات ممتد لمرسة متروع ممتد كمان لسينة وخلينا النهاردة نشير للمشروع اللي تم افتتاحه النهاردة اللي هو طريق شرم الشيخ الجديد اللي ده طبعا بيخدم سينة ومدن سينة بالكامل يعني بيبدأ من النفأ لغاية شرم الشيخ اصبح 342 كيلو على طريق حر سرعته 120 كيلو في الساعة يعني على اسوأ ظروف السائق اللي ماشي حتى على مهله ملتزم بتعليمات المرور هياخد الطريق ده فاربع ساعات من النفأ لغاية شرم وطبعا بيخدم في طريقه لشارم بيخدم مدن كتير بيخدم الطور اللي هي محافظة جنوب سينة اللي هي العاصمة بتاعت محافظة جنوب سينة وبيخدم طبعا أبورديس وبوزنيمة وبيخدم مدن كتير زي الطريق الساحلي الحالي طريق الساحلي موجود والطريق اللي هنسميه السحراوي أو الجديد الأقصر منه والأسرة منه أصبح موجود فده يدل على أن الدولة مش مهتمة بس بالقاهرة واسكندري أدعنا بنتكلمه في سينة نتكلم في الناحية التانية مثلا في محافظات الصيد تم إنجاز من أكتر من سنتين طريق يربط بين واحد البويطي في الواحات البحرية وبني مزار في المينيا في الغرب بطول 180 كيلو خدمنا المينيا مع الواحات قريبا برضو تم الانتهاء من مشروع تاني في الواحات يربط بين سيوة وواحات سيوة وواحة تانية اسمها الجارة طبعا بنتكلم في الواحات وواحات يمكن أستاذ المشاهدين ما سمعوش عن بعض هذه المسميات لكن أنا بحب أشير لي هذه الطرق لأنها في مناطق نائية مناطق ما كانتش في داخل اهتمام الدولة طبعا صعبة كانت توصل معاها أصبحت النهاردة أنا النهاردة بزور محافظات كتير في الدلتة أو في الصعيد أو في الواحات بحس إن شبكة الطرق وحس إن بين الأساسية عندهم لا تخل عن القاهرة بشكل كبير زي ما كانت في الماضي طبعا يعني أهم حاجة وأنا شايف أن حدك كمان يعني مهتم أنك تركز عليها المحافظات الحدودية والمناطق النائية اللي كانت الطرق أو الوصول لها بيستغرق وقت طويل كان برضو نسبة الحوادث في الطريق للوصول للمحافظات دي أو للأماكن دي كانت كبيرة ومرتفعة فأعتقد للوقت الربط بقى موجود وبقى أسهل وحتى من المصريين اللي حابب أن يشتغل في المشروعات الجديدة التنموية بقى سهل عليهم يروح ويرجع له هو من إحدى محافظات دي خلق فرص عمل في هذه المشروعات الحاجة التانية اللي أعزتشف دي على حرفتك لسه تفضلت وقلتها اللي هي فكرة إن معدلات الحوادث قالت هو الحوادث أسبابها إيه؟ من ضمن أسباب الحوادث حالة الطريق غير العمل البشري غير السيارة حالة الطريق تحسين بشكل كبير عدد كبير من الطرق اللي بنتكلم عنها دي تم ازدواجها يعني طريق مثلا سهاج البحر الأحمر كان موجود بقى له فترة طويلة ولكن تم ازدواجه خلص الازدواج من سنتين ازدواج بمعنى أصبح فيه فاصل في الوسط جزيرة وسطة وأصبح حارتين في كل اتجاه في الأول ما كانش فيه فاصل ما فيش فاصل فده ممكن يسبب حوادث كبيرة الفاصل الخرصاني اللي بتحط يفصل الاتجاهين زي الطريق الدائري كده قدام المكان اللي احنا فيه بيقلد نسبيا من الخطورة ويقلد من الحوادث وبيحافظ على حالة الطريق كمان الصيانة الدائمة على الطرق الجديدة أو الطرق حتى القديمة حسنت من حالة الطريق فأصبح العامل أو من ضمن العامل الأساسية اللي هو حالة الطريق اتحسنت دلوقتي فده هو ده اللي سبب تقليل معدلات الحوادث طبعا مش بس مهتمين بالطرق الجديدة لكن كمان صيانة صيانة الطرق القديمة وده محتاجين ان احنا في الفترة القادمة كمان نركز عليه بشكل كبير بما ان الشبكة القومية الطرق اللي كانت مستهدف لها 7000 كيلو تم انجاز 5000 كيلو حتى لا وجار تنفيذ 2000 كيلو اخر 2000 كيلو في المشورة القومية يعني احنا نعتبر النهاردة عدنا 70-80% من المطلوب انجازه فده معدلات طبعا جيدة جدا نبدأ بقى نظرتنا المستقبلية تكون لصيانة الطرق القائمة ونهتم بالمحافظات اللي زي الدلتة على سبيل المثال شمال الجمهورية والدلتة الطرق الموجودة هناك دي بقى محتاجة لتحسين محتاجة للصيانة علشان نبقى شبكة الطرق على مستوى مصر متكاملة وكلها بحالة جيدة أكيد والخدمات اللي موجودة كمان على الطرق دي من النقط المهمة يعني كان ممكن يكون فيه طريق ومفيش أي خدمات موجودة عليه فكان نهارب تشافين محطات البنزين كتير بقى تقدقيه خدمات للمواطنين كتير يعني ده كان مهم مش بس ان انا اعمل تنمية أو طرق لكن اخدم المواطنين اللي ماشيين على الطريق النهاردة الطريق بتاع شهرم الشيخ الجديد اللي اعلن افتتاحه اليوم سبع محطات وقود في كل اتجاه بمعدل كل خمسين كيلو محطة وقود هده حاج غير للصراحات اللي موجود غير للخدمات الامنية النهاردة سمعنا تصراحات السيد الرئيس انه بيوصي بيكون فيه تواجد امني مكسف وتأمين لهذا الطريق الجديد طبعا مش مجرد محطات تحصيل رسوم لا مش رسومه بس اصبح فيه تأمين اصبح فيه محطة وقود اصبح فيه استراحات على الجانب على الجانبية الطريق فده اصبح طريق يعتبر طريق دولي صحيح طيب خليني اخرج مع حضرتكم مع السادة مشاهدين لان هنشوف كده على الشاشة قدامكم المجلس الاعلامي المجلس الغزرة عمل انفو جرام بيتكلم فيه زي ما انتوا شايفين حضرتكم كده على الشاشة عن الانجازات اللي تمت فيه الطرق والكباري ومكتوب فيها النسب للانجاز انا ممكن برضو يعني اقول لحضرتكم بعض المعلومات عشان تقدروا تتابعوا من الصورة المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر انفو جرام صلت من خلال الضوء على مدى انعكاس مشروعات الطرق التي نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 ل2019 حيث تقدمت مصر 90 مركز لتصل للمركز 28 عام 2019 مقارنة بالمركز 45 عام 2018 المركز 75 عام 2017 المركز 107 عام 2016 110 2015 118 2014 وده وفقا لتقارير التنافسية العالمية بالمناسبة ان شاء الله يعني متوقعين ان سنة الجاية ان شاء الله هنكون من افضل عشر دول ان شاء الله هنكون من افضل عشر دول على مستوى العالم مش 28 لا ان شاء الله هنعدي الـ 28 لمصر دولة مش غليلة طبعا مصر امكانياتها البشرية تفوق دول كتيرة جدا 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 سبقتنا احنا لازم ناخد المكان بتاعنا ان شاء الله هنكون في العشر دول كان ممكن نسمع زمان عن خطة لتطوير الطرق والكبار نفضل سنين بنطور في طريق واحد انش بنعمل طريق جديد لكن النهار ده هنش شايفين ان فيه ارادة سياسية حقيقية وشايفين المواطنين هم كمان كانوا عندهم معاناية هم كمان كانوا بيتمنوا ده لكن يمكن في البداية فكرة ان ليه هعمل كل ده يعني انا محتاج في اين يكون عندي بنية تحتية بالحجم الكبير محتاج طبعا يعني لو السادة المشاهدين قدروا يفهموا المعلومة اللي قلتها في البداية بتاديل معدل الحوازز والوفيات وده شيء مش بسيط حاجة تانية خلينا نشوف بقى ايه الجذب الاستثمارات المصرية والاجنبية والعرارية النهار ده ايه مستثمر اجنبي عايز يدخل مصر اشتغل فيها بيسأل على المينة الاساسية بيسأل على الطرق المشروع بتاعي والمنطقة الصناعية اللي انا هاخد فيها الشغل بتاعي علاقيتها ايه بالمواني علاقيتها ايه بالمطارات علاقيتها ايه بالمدن المجورة فين الطرق الموجودة حالتها ايه كفايتها ايه كل الحاجات دي بيتسيل عليها كل ما المؤشر بتاعنا في التنافسية الدولية بيعلى ده بيبقى نقطة جذب وعمل جذب كبير لكل المستثمرين ان هم ان شاء الله ييجوا اشتغلوا في مصر وما تكونش الاستثمارات مركزة كانت زي الاول في المحافظات اللي يقدر يعني يخدم استثماراته او مشروعاته ده المناطق الصناعية في المينيا في بناسويب في بورسعيد في كل المحافظات في الصحيد اصبح فيه مناطق صناعية مغطية كل محافظات مصر اصبح فيه جميع المحافظات فيها عوامل جذب فيها مشروعات تمية زراعية فيها مشروعات صناعية فيها مدن جديدة النهار ده سمعنا عن مدينة السويس الجديدة البداية النهار ده ان شاء الله هيكون فيه مدينة في السويس جديدة غير الاسماعالية الجديدة وغير العلمان الجديدة امتداد لكل المحافظات اللي نقدر نعمل فيها والجلالة والأهم كمان النهاردة بمناسبة للفتاحات اللي تمت في سينة في جامعة الملك سلمان لها دي جامعة أهلية لها ثلاث فروع واحد في شرم الشيخ واحد في الطور واحد في راستر ثلاث فروع فيها كليات مميزة مش كليات كلها تقليدية من ضمنها كلية علوم البحار على سبيل المثال يعني فيها تميز هي مش كليات مش كلها تقليدية فيها الهندسة وفيها العلوم الطبية وفيها التكنولوجيا الحيوية فيها كليات التقليدية لكن فيها كمان حاجات غير تقليدية غير مصبوخة تناسب البيئة وتناسب المكان اللي وانشأت فيه فجامعة الملك سلمان يعني خلاص افتتحها على وشك ان شاء الله دي هتعمل برضو نقلة نوعية في سينة ما كانش فيه جامعات في جنوب سينة نرد أصبحت جامعة بثلاث فروع فدي كلها ايه عوامل جذب برضو باللي تناسب البيئة واللي تناسب احتياجات سوء العمل في الوقت اللي احنا فيه مع التطور المشروعات الكبيرة اللي بتحصل بما فيها كمان احنا اشارنا الى البيئة وسوء العمل فرص العمل المتاحة في هذه المحافظات يبقى التخاصص بتاع الجامعة يتناسب مع فرص العمل المتاحة يعني علوم البحار طبعا ودي منطقة ساحلية جنوب سينة شرم الشيخ والماطق دي منطقة ساحلية فعلوم البحار فيها شيء مهم فان شاء الله جامعة منك سلمان لما يتم فتحها تعمل برضو نقلة نوعية كبيرة لجنوب سينة وهو ده الاستوب الوحيد لتعمير سينة خلينا اقول كمان وتأمين سينة الناحية الامنية ليه علاقة مباشرة بالتعمير مجرد احنا بنعمل التعمير فعلي وجدي وحقيقي في سينة وبنربطها بالنحية الغربية اللي احنا اللي هي اسماعيلية والسويس وبرص عيد من خلال الانفاء اللي اشارنا اليها في موضوعات سابقة نفعين تم افتدحم في برص عيد ونفعين على وشك في الاسماعيلية فربطنا سينة بالبرص عيد وبالاسماعيلية اصبح المسافة بينهم 15 دقيقة في النفق وبالتاني ارتبطوا بكل المحافظات البقية بالوادي والدلتة طبعا ربطناها بالدلتة والوادي فاصبحت العملية كلها دقائق قبل كده كان ايه كان ربط الوحيد هو نفع الشهيد احمد حمدي وانتظار بالأيام عشان الناس تعدي بالعربيات تعادل نفع الشهيد احمد حمدي نفع ضعيف اشتغلنا عليك 30 سنة نفع ضعيف حارة واحدة في كل اتجاه فكان ربط مع سينة ضعيف جدا فالناحية تقوية ربط بين سينة وبين الدلتة والوادي هو ده التنمية الحقيقية لسينة هو ده التعمير الحقيقي لسينة طبعا ودي من اهم النقطة اللي نحط كده تحتها مليون خط طبعا التعمير والتنمية معناهم التأمين هو ده التأمين التأمين مش بس بالسلاح لكن كمان بالتعمير والتنمية بالتعليم ما هو المناطق بالضبط كده المناطق المأهولة المؤمرة اللي فيها مدن وفيها حياة غالباً بتبقى آمنة ما يعيش فيها إرهاب وما حصلش علاعة يداء أجنبش تمام طيب كل حاجة حلوة بتحصل لو أنا معرفتش إيه الصعوبات اللي مرت بيها مش عارف بقيمتها يعني شايف حاجة حلوة جميلة وبتخدمني وخلاص لكن لازم معرف أن المشروعات دي مرت بتحديات كبيرة عشان توصل لللي وصلنا له النهاردة من وجهة نظر حضرتك ومن واقع خبرتك إيه التحديات اللي مرت بيها مشروعات الطرق والكبير؟ أول حاجة أول تحدي هو التمويل تمويل هو أهم حاجة لأن المشروعات دي بتتكلف مليارات يعني طريق شرم الشيخ اللي تم افتتاحه النهاردة تكلفته حوالي 3.5 مليار أرقام كبيرة شوية ده تحدي كبير الحمد لله ديرنا أن نحن نمول هذه المشروعات سواء تمويل ذاتي من الدولة سواء تمويل من خلال قروض أي أن كان مهم أن نحن قدرنا نمول هذه المشروعات التحدي الثاني غالباً بيكون هو في نزع الملكيات بتاعة الأرضي اللي هي بتعدي مثلاً في مناطق زراعية مناطق دي بيبقى لها ملاك وبيبقى صعب شوية عليهم نزع الملكيات خصوصاً في مناطق الصعيد أو أماكن الأرياف بيبقى صعب عليهم يسيب أرضه فبالتالي بيحتاج تعويض كافي بالنسبة له فده برد التحدي ده تم التغلب عليه في المشروعات وطبعاً مناطق عسكرية الجيش طبعاً بيبقى واخدها وفيها مشروعات بتاعة الجيش دي كانت سهلة طبعاً إخلاقها لأن طبعاً الهائة الهندسية للقوات المسلحة إلى حد ما سهمت بنسبة كبيرة جداً من هذه المشروعات فأصبح التفاهم والتعامل بين الهائة الهندسية أشعال ومباشر يعني من الأرب بقى التعامل سهل يعني موضوع نزع الملكيات وإخلاء الأراضي للطرق كان إلى حد ما فيه سلاسة ومرت كلها بسلام أخيراً ولأن إحنا ما كتفناش بين مشروعات الطرق والكباري اللي عندنا تربط بين محافظات مصر لكن تطلعاتنا كانت أكبر أن نربط كمان بين مصر وبين دول أخرى فأحدك برضو بتشوف النقلة دي أو الفكرة دي طبعاً لا هو طبعاً إحنا يعني فيه مخطط إن شاء الله يكون فيه طريق يربط بين القاهرة وجهانسبيرج في أفريقيا الجنوبية جنوب أفريقيا فالطريق دوت المفروض أن ده حلم أفريقي وحيتنفذ إن شاء الله وحالياً اللي ربط مع السودان جاري يعني ربط مع السودان ده موجود نهارة طرق بارية وجاري تقويتها وجاري رفع كفائتها لكن الحلم الأفريق إن شاء الله أن الطريق الباري يبدأ من القاهرة قريب لحد جانس بيرك إن شاء الله المصريين أحلامهم كتير وكبيرة ويعني لما الشعب أو المواطنين بيلتفوا حول القيادة السياسية عندها إرادة حقيقة ماها تعمر وتبني يعني هيكون النتيجة هي إن إحنا دايماً متقدمين والقفز هيكون أسرع وأكتر كمان دكتور محمد الصادق وف أستاذ هندسة الطرق جامعة حمان أشكر حضرت جداً على وجودك معنا النهاردة ونورتك ألف شكر على حضرتك شكراً برسي أشكر حضرتك جداً على حسن مطابعاتك لنا في حلقة النهاردة نتقابل معاكم في حلقة جديدة في النور أصبحوا على ألف خير نتقابل معاكم في حلقة النهاردة تنور الحقيقة الداني تنور الحقيقة الداني تنور الحقيقة الداني تنور الحقيقة الداني تطور في حلقت Lewاسي